يهدد ارمول اسليم علنا بقتل اوزان ويطلب منها الزواج من فاتح اوزان الذي يعتقد ان اسليم تعرض لحادث يعاني من انهيار عصبي ويقول انه يريد الزواج من اسليم معتقدا انه لا يمكن ان يكون بدون اسليم في الواقع يبقى بينهما ديسمبر عندما علم ملك بعلاقة سبتمبر ويا ارموز يصاد بالجنون يبدأ في التخطيط لاشياء سيئة يعترف كوراي الذي هاجم الارمل وهو في حالة سكر انه لم ينمع الارمل في ذلك اليوم سبتمبر الان متأكد تماما من ان الطفل من يغيز يبدأ الرازي بالذعر من الخير الى الخير في مواجهة حالة ملك السيكوباتية بينما يشك نرمين في ابنته قرر ملك استخدام سبتمبر مرة اخرى للحصول على ياء ارموز يتم اخذ الشاعر الى الجناح في الواقع انه يواجه تهديدا خطيرا للغاية تعتمد حياة اوزان وجوليدي على القرار الذي سيتخذه الشاعر مقتنعا بانه لا يستطيع الخروج من الداخل يدعوه الى جانبه من خلال الانغماس التم في الشعور بان انتظار اسليم سيذهب سدى يتمنى الا يأتي مرة اخرى في الواقع سوف ينهار الفاتح المهوس بشكل رهيب باسليم يضع رجلين بعد برشين لما فعلوه به ويخيفه ثم يعلن الحب لاسليم يقترح الزواج في الواقع عندما يرفض بشدة يجعل شول الامر مسألة فخر يخبر ابنه انه سيأخذ اسليم ينهار يا ارموز كثيرا عندما يدرك ان الارمل ساعد ملك وساعده وملك على ان يصبح عاشقين سبتمبر يأخذ اختبار مرة اخرى لاثبات ان الابى الحقيقية للطفل هو الدهون يتحد اسليم ويا ارموز لاثبات براءة اوزان بينما تتمنى جوليدي انقاذ ابنها تتعلم ان الشركة تحتاج ايضا الى الخلاص سبتمبر يذهب الى مقهى لتلبية متبرع الذي سوف يعطيها منحة دراسية في الواقع تم القبض عليه لمحاولته القاء اللوم على اوزان عندما يذهب الى السجن يمسك الشعر في اللحظة الاخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي يقارن رازي ايفيت ويا اوشنس تقع العفة في الحب بمجرد ان ترى يا اوشنس ينتقل نيرمين للقاء الارمل من خلال المعلومات التي قدمها به ارميت غير مدرك الى اين هو ذاهب سبتمبر على وشك مقابلة نيرمين سيفعل يا غيس اي شيء للعثور على سبتمبر المختطف اسل ارم واوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية ومن ناحية اخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت ان نيرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا ايمز لكن رجال عدنان اختطفوه قبل ان يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف يأتي الزيت بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها الى الشرطة تم نقل كان الى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر واسليم هذا الامر يرفعان امالهما لكن ارم لا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد الارمل نيرمين غير مدرك انه سبتمبر انه سعيد لانه تم العثور على ابنته يا ارمز مصمم على جعل الارمل يقول الحقيقة كوراي الذي يفيد بصبره على عدم قدرة يا ارمز الارمل على الانفصال مصمم على اثارة الامور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عدنان يضغط على الارمل بسبب ديونه لاحسان من ناحية اخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب الى العيادة لاجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا ارمز التي تتبعها الى استنتاج مفاده ان الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة ان الارمل خضع الاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد اوزان ان كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان اطلق ارمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر انه اطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض اسليم ومع ذلك ليس لدى اسل ايرم اي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا ارمار يحتاج الى خطط جديدة بينما يعاني يا ارمز من الم ادارة ظهره لعائلته فان سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم واجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا اوشمز الذي سقط في مطاردة الشخص الذي ضرب يا ارمار تخرج نهاية الحبل الى عدنان تم القبض على عدنان امام عيني يا ارمز يعرب كوراي يحاول الشاعر ان يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل ان يتمكن من الوصول الى اي بيانات عن الفاتح بيرش يعاني من نزيف اوزان يجبر اسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا ارمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر تعويض اموال جراحة والدها من ناحية اخرى يبحث يا اوشمز عن اثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا ارمار اوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت لهم لتفريق مع اسليم تعود ذاكرة جوليدي وتخبر اوزان ان اسليم بريد يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على داب اسليم يا ارمار في المستشف يقول الطبيب انه يهدد الحياة هناك حاجة الى ثلاثمائة الف ليرة للعملية يقول سبتمبر انه سوف تجد المال يذهب يا ارمز الى مكان الحادث ويجد الطفل يا ارمار الذي اشتراه الايل ارمل ويعطيه الايل ارمل عندما علم ان والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وان كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر الغاء زفافه مع اوزان يلاحق اوزان ملاحظة غير متوقعة هل سيفوز يا ارمار بالقتال من اجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد ان خسر عدنان القضية قرر ان يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه ان يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بان الكان آسف جدا اسأل اوتام بريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج لقد احببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات